الربا كله حرام الربا كله حرام لكن الربا الفضل انه اداينك الف ترجع لالف مية فانت فضل فضلت يعني زدت الربا النسيئة داينتك الف لواحد خمسة ما سديتهم سويتهم واحد ستة بس زدت عليك ما سديت سوناهم واحد سبعة وزدت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس فيه الآية حتى ما يكون خربط في الآية وفيه وحدة فيها ذكر الله الصدور خلينا ما نخرج على الآية لانها خطأت فيها ايوة فربا النسيئة انه كل ما تأخر الوقت برفع القيمة كل ما تأخر الوقت برفع القيمة الان البنوك زي هيك ما يقول لك هاي القرض الفائد تبعته عشرة بالمية بالسنة طب وله سنتين صار عشرين وله ثلاث صار ثلاثين طب وله عشرة سنوات صار مية بالمية فانتخذت مية ألف بعد عشرة سنوات تسده ميتين ألف اي حلال هذا و اي حكم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله جميعا في برنامج همك همي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه جميعين كل عام انتم بخير بناسبة الأيام الفضيلة وان شاء الله رب سبحانه تعالى يجعلها أيام خير ورحمة وبركة علينا جميعا و أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام وإحنا بصراحة بتيجينا أسئلة كثيرة حول موضوع الأضحية في هذه الأيام بتكثر الأسئلة حوليها فعندي خلاصة الأسئلة الناس بيسألوا فيها أول شيء ما حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر أحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام التهليل والتكبير والتحميد وكل ذكر لله عز وجل وكل عمل صالح كل عمل صالح يحبه الله عز وجل فهو من الأيام في هذه الأيام الخيرة إن شاء الله محبوب إلى الله شروط مضحية وكيف توزع الأضحية ليس المضحي شروط قد يكون حيا وقد يكون ميتا نضحي عنه وقد يكون كبيرا في العمر وقد يكون صغيرا فيجوز الأضحية عن الصغير ويجوز الأضحية من الكبير حكم قص الأضافر وحلق الشعر هل يؤثران على صحة الأضحية؟ قص الشعر وحلق قص الأضافر وحلق الشعر قص الأضافر وحلق الشعر لا يؤثر مطلقا على صحة الأضحية هي أفضلية لمن أراد أن يضحي أن يتشبه بالحاج من باب التشبه بالحاج لكن أنا نسأل إن شاء الله أنه أضحي يحرم علي قص الأضافر؟ لا يحرم علي حلق الشعر؟ لا الأفضل؟ آه الأفضل موضوع ثاني طيب أفرض أنا خلفت الأفضل روح تقصي شعري وحلقة أضافري هل يؤثر على صحة الأضحية؟ ولا شيء لا يؤثر على صحة الأضحية شيء بس الناس بحبوا يعقدوا الدين ما في علاقة ولا ارتباط بين موضوع قص الأضافر وحلق الشعر والأضحية الأضحية صحيحة ما فيها مشكلة بس أنا بكون خالفت الأولى وخالفت الأفضلية فهذه أجرها لحال وأجر أضحية لحال قصيت أضافرك حلقة شعرك أضحيتك صحيحة وما عليها أي مشكلة هل يجوز اشتراك أكثر من شخص في الأضحية؟ آه يجوز إذا كانت بقر أو جمل يجوز لحد سبع أشخاص أما إذا كان خروفا لا واحد عن واحد طيب لو جمعنا الفلوس من عدة أشخاص وضحينا عن واحد بصير يعني أنا دفعت فلوس وأخوي 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 جمعنا مئة وعشرين دينار وقلنا من نضحي عن والدتي آبي جوز لكن جمعنا فلوس من خمسة وقلنا من نشتري خروف ونضحي عن الخمسة؟ منقول لا من ضحي عن واحد هل تجب الأضحية على كل مسلم؟ لا لا تجب عليكم مسلم الأضحية واجب على كل بيت يعني أنا عندي أولاد عندي عشر أولاد تمام؟ وعندي أربع زوجات وعندي خمسة عشر حفيد تمام؟ فروحت أنا اشتريت أضحية وضحيتها سقطت عن كل أهل البيت سقطت عن الخمسة عشر ولد وعن الأربع زوجات وعن الخمسة عشر حفيد راح يتركوا موضوع الأضحية ومسكوا في أربع زوجات مش مشكلة فإذا ضحيت أنا سقطت عن الكل طيب واحد عنده أربع زوجات وعنده خمسة عشر حفيد وعنده عشر أولاد واحد من الأولاد ضحى خلص سقطت عن كل أهل البيت تمام فأهل البيت يضحوا واحد من أهل البيت بيكون أجزاء عن الكل مثل لو واحد دخل علينا وإحنا قاعدين قال السلام عليكم إن ظلنا ساكتين كلنا أثمنا كلنا وإن واحد من القاعدين قال له عليكم السلام خلاص سقطت عن الكل هل يجب أن يقف المضحي على أضحيته عند ذبحها لا لا يجب بس الأولى الأحسن بس اليوم وين دكتور توقف عندها إن صح لك توقف بيكون خير وبركة ما وقفنا عند أضحيتنا فالأضحية إن صحيحة وما فيها مشكلة هل يجوز التوكيل الغيري بالذبح؟ أه بيجوز أنا اليوم بأتصم مع جمعين جمعيات أو بحكي مع شركة البركة فينا وبقولهم يا شركة البركة فينا أنا بدي أضحية خلاص أنا هيك وكلتم لما أدفع الفلوس وأخذ الوصل هو عبارة عن عقد وتوكيل فبصير ما هي العيوب التي تؤثر على الأضحية وتجعلها غير مجزية كل عيب ينقص من ثمنها كل عيب ينقص من ثمنها ما بتنفع خلاص إذا كانت عرجاء إذا كانت عوراء أي نقص في الأضحية بيخفض من ثمنها بطلت لأنه هدي لربنا سبحانه وتعالى أنا أبدأ أهديها لمن؟ أهديها إلى الله عز وجل فلازم تكون كاملة مكملة عشان تكون حلوة ومقبولة عند الله تبارك وتعالى هذا ما يتعلق تقريبا بموضوع الأضاحية وإن شاء الله تكون الفكرة واضحة والحلقة إن شاء الله مسجلة وإن شاء الله بنعملكوا يا منقص هذا الفيديو بننزلكوا يا على صفحتنا على الفيسبوك فيا مرحبا بكم جميعا دكتور لماذا ضربت المثل بالأربع زوجات؟ أنا قلت مش رح يعلق بذلك موضوع الأربع زوجات بالمعنى أنه الماكسيمم يعني هو ما أخذ بمعنى أنه ما أخذ أقصى حد في الزوجات وأقصى حد في الأولاد أود الاستفسار مع حكم الفائدة القانونية التي تصرفها المحكمة المتضررة من تأخر صدور الأحكام لسنوات وهل يجوز إعطاء أتعاب المحامي من هذه الفائدة القانونية المبلغ المتبق من الفائدة لمن يتم إخراج المهم أنا موضوع الفائدة القانونية بفرق بين أمرين بين الدعوة المقامة على حق مالي اللي عند واحد خمسين ألف وتأخر بالسادات فقالوا طيب يطلع لك فائدة قانونية خمسين ألف زائد فادي قانونية مثلا عشرة بمئة هي ثمانية أو تسعة زائد عشرة بمئة يعني عشرة سنوات بطلع لك كمان خمسين ألف هاي لا هاي لا قطعا لا بس في مسألة ثانية أنا ما عنديش حكم فيها المسألة الثانية بس بقول في فرق بين هاي بين هاي المسألة الثانية واحد حكى علي أسائلي أسائل سمعتي فروحت رفعت عليه دعوه بالمحكمة رحت رفعت عليه دعوه بالمحكمة بعد ثلاث أربع سنوات صدر الحكم أنا مالي عنده حق مالي صدر الحكم بتغريمه عشرة آلاف دينار زائد الفوائد القانونية المترتبة عن تأخيره أنا ما عندي جواب فيها لكن هاي غير عن الأولى فخل نسأل فيها دائرة الإفتاء ونسأل فيها فضيلة الدكتور إسماعيل إن شاء الله فاصل وراجعين حياكم الله جميعا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وراجعين حياكم الله جميعا في برنامج همك همي معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافة دكتور محمد أهلا وسهلا معك وسلام القطر يا مرحبا الله يحييك وسلمك دكتور محمد عندي سؤالين نعم السؤال الأول الشخص دائما بيتهم صاحبه بالحسد والحسد ما بارك شو حكم هذا شي وأحيانا صاحبه لما يحكي شغله يقطع العلاقة معه مش القطر لا 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 خلو بدون ما تكمل واحد بيتهمك بالحسد قل له طيب يا سيد أنت من طريق وأنا من طريق مش مقاطعة لما منلتقي السلام عليكم عليكم السلام غير هيك ما ضلش بينا ونتهت القصة في فرق بين تسكير باب وبين المقاطعة المقاطعة لا ما منقاطع بارح المسلمين لكن أنت بطريقة كنا بطريقة آه دكتور محمد بس في شغلة يعني أحيانا لما يحكي شغلة مش القصد بتصير يعني حقسية بعدين يتهموا بهالغر يعني يقاقوا وحصلوا ويقولوا السلام عليكم هاي أفضل أنا مش بقول لك قاطعه منقول لك خلاص كل واحد يبحاله بطلنا قعدات وطلعات وروحات وجيات ولما منلتقي السلام عليكم السلام بحس لحد هون السؤال الثاني يا دكتور محمد أنا مش مطلوب مني أكون ميت أنا واحد الحيتار والقرش هذولا إذا أكل أكله بني أدمين إن كانت أي ديانة إيش هيحكمه الشهيد ولا إيش رح يكون أي كانت الديانة مين اللي تاكل إيه الحيتار والقرش البحر إذا أكل بني آدم أي كانت الديانة إيش حكمه 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 إن القرش هذيك اليوم تغدى بس أكثر يقول لك يا سلامة والله ملعاب يمجيبوا الأسئلة الله حيك يا أخي سامة يا مرحبا سلام عليكم كل عام خير أنا المتابعين لك وأنا من فلسطين يا مرحبا أريد أن أسألك سؤال هل يجوز أن أقرأ على فتاة مسيحية طلبت مني الدعاء لها لأنها مريضة سرطان وهل يجوز أن أقرأ عليها قرآن أو أقرأ على ماء وتشربه وأقرأ عليها الرقية الشرعية على ماء أول شيء اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم غير مسلم الله يشافيهم ويعافيهم جميعا ندعو لكل مريض أن يشافيه الله عز وجل عافيه هذا واحد نقرأ على المريض قرآن وهو على غير الإسلام ما فيها مشكلة أنت تقرأ على المرض أنت تقرأ على المرض كون المريض يؤمن بهذا القرآن أو لا يؤمن موضوع آخر لكن لو قرأنا ما فيها مشكلة لو دعينا ما فيها مشكلة إن شاء الله ما فيها مشكلة نقرأ على الكل القرآن نافع بذاته قرآن نافع بذاته يعني لو واحد تناول حبة أسبرين حبة بندول لو وجع الراس وهو ما بعرفه جرانجليزي يعني جبنا إنسان بسيط الحال ما بعرفه أو ما بعرفش بالأدوية أصلا إنسان بسيط من المناطق النائية وراسه بوجعه وعطينا حبة بندول مساكة هيك قال لا نعرف تزبط أكلها بطيب رأسه لأن هذا الدواء فيه خاصية النفع القرآن الكريم فيه خاصية الشفاء فيه خاصية الشفاء فلو إنسان مريض أكل دواء لا يعرف شركة الصانعة ولا يعرف الآثار ولا يعرف التركيبة ولا يعرف المكونات بإذن الله يبرأ لأن الله أودع في حبة الدواء العلاج بغض النظر عن مدى معرفتك بحبة الدواء القرآن الكريم الله عزيزي قال وننزل من القرآن ما فيه شفاء للصدور ما قال المؤمنين فهو فيه شفاء للكل إن شاء الله نسأل الله إنه يكون هذا الشفاء سبب في معرفتها وإيمانها والطلاعها دكتور تعرف ممكن نعرف ربا الفضل وربا النسيئة والفرق بينهما الثنتين حرام الربا كله حرام الربا كله حرام لكن الربا الفضل إنه أداينك ألف ترجع لألف مية فإنت فضل فضلت يعني يعني زدت الربا النسيئة داينتك ألف لواحد خمسة ما سديتهم سويتهم بواحد ستة بس زدت عليك ما سديت سوينهم بواحد سبعة وزدت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بس فيه الآية حتى ما يكون خربط في الآية وفيه وحدة فيها ذكر الله الصدور خليني ما نخرع الآية لأنها خطأت فيها أيوة فريبا النسيئة ريبا النسيئة إنه كل ما تأخر الوقت برفع القيمة كل ما تأخر الوقت برفع القيمة كل ما تأخر الوقت برفع القيمة الآن البنوك زي هيك ما يقول لك هاي القرض الفائة تبعته عشر بالمية بالسنة طب ولل سنتين صار عشرين ولل ثلاث صار ثلاثين طب ولل عشر سنوات صار مية بالمية فإنت أخذت ميت ألف بعد عشر سلاف يتسدون ميتين ألف أي حلال هذا وأي حكم طيب السؤال إحنا اشترينا أضحي وكانت النية أن نضحيها غيرنا رأينا بخصوص الضحية وحابين نذبحها لأنها نذر عن ابني بيجوز ما فيها مشكلة وفاء للنذر ما فيها مشكلة أنا قبل ما أحمل نذرت أني أذبح ذي بيحتين لو حصل عندي حمل بفترة معين لكن الحمل ما حدث إلا بفترة ثانية فأنا أبدأ أذبح الخروف توفايل النذر هل يجوز أن نأكل منها أنا ما أخصص بالنذر موضوع الأكل أو التوزيع مش منذكرة مدام ما أخصصنا فكله للفقراء كله للفقراء فالأصل في النذر أن كله للفقراء إلا إذا استثنيت إذا مدام ما استثنيت إلى أصل كله يروح للفقراء إلا إذا قلت نذرت نذر إني أعمل ذبيحة وأعمل عليها عزيمة هون بوكل منها لكن مدام ما حكيت إذن بيظل النذر على أصله ولازم أتصدق فيه كله لا الفقراء معنا اتصال ألو يا مرحبا كيف حالك يا شيخ؟ ألو أهلا وسهلا تقرار كفاتها عن روح أبوك ريال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك بدو إياك نستعين هدن الصراط المصدقي صراط الذين عنعمت عليه خير المغضوب عليه ولا الظالم صدق والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله شو الاسم؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ سيدرا انت سيدرا اسمك؟ أنا بنت أهلا وسهلا بأي صف يا سيدرا كيجيتو ما شاء الله أحلى بنات بنات الكيجيتو الله يسعدهم الأمامير أشاء الله عليها يا الله الله ينبذك نباتا صالحا يا سيدرا ويفرح أهلك فيك إن شاء الله وإن شاء الله ربنا يجعل قرة عين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آمين طيب إحنا بعد ما اسمعنا سيدرا رح نطلع فاصل ونرجع فيا مرحبا بكم جميعا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامج همك همي وده رحب بوحدي من أصغر المشاهدات معنا في البرنامج قاعد تسمعنا اسمه جمان أهلا وسهلا فيك يا جمان معنا اتصال يا دكتور يا مرحبا الله يخليك دكتور أنا والله بتشرف داما أسمع أسمعك حتى لما يكون معادل البرنامج بزايك بحب مباشر داما أهلا وسهلا فيك بعد إذنك في عندي طلب وسؤال إذا في مجال دكتور أنا من الناس اللي بتشتغل وبتشتهد وبتحب تشتغل لكن من ضمن هالأمور الديون اللي عليها تكاثرت علي وأنا يعني صارت ظروف كورونا وبعد كورونا ولما يعني ألغوا أمر الدفاع صار شوية مساءلة علي وأنا رجل فوق الستين عمري ولكن علي قضية تقريبا بألفين وخمسة دينار للاسف الشديد أنا ما بقدر يعني أسد وما في عندي شغل ولا يعني إلي معيل لا عندي لا راتب ولا ضمان ولا أي شيء ولا عندي أي أملك من الله إلا رضا تسمحنا بالسؤال سيدي حسبي الله ولا موكين خلي تلفونك عندنا وإن شاء الله شو بنقدر نساعدك إحنا حاضرين والله ما بحب أنا أطلب أول مرة في حياتي بحاول أطلب لا لا ما هو إحنا كلنا خيوم نحتاجي يعني مش أنت لحالك وكل واحد معرض والناس اليوم حسبي الله ونعمل وكيل يعني الديون غرقت الناس وكانوا سابق الناس يعني اللي يدائن هو يدائن للأشياء الكمالية والله بده يجدد سيارة بده يجدد عفش مع الأسف اليوم صارت الدين للأشياء الأساسيات كمان مع الأسف وعلى كل حال يعني إحنا الفكرة يا أخواني مش قاعد بأمر لا بس إحنا طريقة حياتنا يجب أن تتغير اسمعوا مني طريقة الحياة تبعتني لازم تتغير طريقة نظرتنا للأشياء لازم تتغير طريقة تقييمنا للأشخاص عن طريق سيارته لبسته وساعته لازم تتغير لأنه هذا الحكي قاعد بيخلينا نكلف حالنا فوق طاقتنا عشان نظل في مستوى معين قدام الناس لأنه إحنا اللي يعني كيد الناس منهم فيهم لازم لما أعزم يكون على مستوى الفلاني ولازم لنا أركب سيارة تكون المستوى الفلاني ولازم يكون معي تليفون لازم يكون الموديل الفلاني ولازم 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 فإحنا كمجتمع آه زي كل واحد عاض على إصبع الثاني وما أحد راضي يقول أخ كلنا نعاني وكلنا صامت كلنا نعاني وكلنا صامت إذا يجينا على التليفونات منقيم بعض شو معك تليفون ما معك تليفون فمنضطر ندائن وولادنا بأخذوا أقصاط ومش عافية عشان يشيل التليفون لفلاني كان لما كان سيد الشيخ نوح رحمة الله عليه بالنمسا كان الطبيب اللي بيعالجه الطبيب اللي بيعالجه دخله شهريا مئة ألف يورو شهري شهري مش بالسنة بالشهر مئة ألف يورو دخله والله يا إخوان عالب الله إنه شايل تليفون اللي حنا نسميه تليفون اللوكس اللي هو النوكيا فبسأله بقول له يعني هذا بكفي يعني هذا تليفونك بالحرف قال لي it's enough هذا بكفيني بالحرف بقول لي هذا بكفيني وهو طبيب دخله مئة ألف أنا ما بقول لك تشيل تليفون لوكس مش هذا بقول لك عنه بس بعطيك نموذج قاعد أنا قاعد أعطيك نموذج لبعض الناس فإحنا على التليفونات مباهة على السيارات مباهة على الأثاث مباسة مباهة على حفلات الأعراس مباهة على حفلات الخطبة مباهة على مش عا كل حياة صفت مباهة بمباهة وصارت اللي صارت كمليات صفت ضروريات وصور أني اتداين وربنا نسد الدين على الكل أنا ما بلقم واحد داين لأنه أصلا بكفي المشاكل الواقع فيها ولا أنا قاعد بلوم حدا مطلقا بس أنا بقوله كالتالي المجتمعات يجب أن تتغير طريقة نظرتها للأشياء طريقة تعاملها مع الأشياء يأتيك وقت تدرك فيه إنك لابس حرير ولا لابس كله زي بعضه وبيجيك وقت تدرك إذا كشاء التلفون أبو المية ولا شاء تلفون أبو خمسمية والله كله زي بعضه وبيجيك وقت تدرك إنك أنت ماكل منسف ولا أنت ماكل كله زي بعضه بيجيك وقت بس إحنا مشكلة ندرك هذه الأوقات متأخرة بيجيك وقت تدرك أن أهم شيء في حياتك شغل وحده تكون هدات البال وهدات البال لا تأتي إلا برضى الله عز وجل ورضى الوالدين وغير هيك ما في شيء بس إحنا مشكلة نصل للنتاج متأخرين وما حق برضى يحكين وإن حدى حكانا ما بنسمع له فبتظل المشاكل متكررة المشاكل متكررة إجت كورونا ضبت الناس شفتوا كيف صارت مثلا حفلات الزواج خلصت كورونا وفا رجعنا مثل أول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ربنا سبحان تعالى قاعد عن أهل الجهنم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا لو نرجعه أنا دين لا يرجع أكثر من أول إجت كورونا ربت الناس سنتين زمان ورجعت الناس زمان هي حفلات وصلاة وميكياجات وأعراء كل واحد بقول لك يا أخي ما هو أنا بس لحال مش دي لحالك ما هو مجتمع كامل فأنا الفكر اللي بحكي فيها ربنا نسدي الدين عن الجميع وإلي من يقدر أي والله ما رح ينقصر لكن أنا بقول بنفس وقت يجب تغيير نظرتنا للأشياء مجتمع يجب أن تتغير فيه أشياء كثيرة والمفروض يقود الحكة هذا مش أنا وزارة الثقافة وجماعة الإعلام وجماعة الأوقاف وجماعة التنمية السياسية هذول مفروض يقعدوا مع بعض هو هذول اللي بيقودوا المجتمع ووزارة التربية والتعليم اللي بيحرك عقلية الناس ثلاثة الإعلام والتعليم والمسجد اللي بيحرك عقلية الناس الثلاثة الإعلام والتعليم والمسجد وتيجي عندك وزارة التنمية الاجتماعية وتيجي عندك وزارة التنمية السياسية وتيجي عندك وزارة الثقافة خمس جهات هي المطالبة لتغير عقلية الناس في الأشياء خمس جهات في المملكة وإذا بدأت ضيف عليهم بضيف عليهم جماعة الشباب هذول لازم يغيروا عقلية الناس يكون فيه فيه عندنا خط الطوارئ لتغيير عقلية الناس تجاه الأشياء المديونيات العالم قاعدة بتزيد مطالبة الناس قاعدة بتزيد السجون قاعد تتعبى سببه أنه نطلع الناس من إطار انتظار وظيفة حكومية إلى إطار الوظيف العام نفهم الشباب كيف يخترع وظيفة كيف يشتغل على وظيفة نكسر حاجز الخوف والرعب من بعض الوظائف لازم يكون فيه حركة لازم يكون فيه حركة فيه جهاز فيه مؤسسات مسؤولة عن تغيير عقلية الناس لازم تتحرك هاي أخو أفرض اليوم هسا هاي شك 1500 يارا سديني دينا وخلصنا المشاكل ما فيه غيره مثل ومثيلات فيه مثل ومثيلات اتصل واحد أجار بيته طيب فضع هاي أجار بيتك لحاله ما كله مثل بعضها فانت لازم تحل مشكلة من جذورها حل المشاكل دايما أول ما يبدأ بالتفكير طريقة التفكير طريقة التفكير النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء من أول يوم قال يلا تعالوا أدوا زكاوس لا أول شي غير التفكير إنه فيه الله بالأول غير التفكير إنه فيه الله عز وجل ولذلك ومشو قالوا قالوا أجعل الآلهة أوف 360 صنم تسويهم إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا أوف إن هذا لشي عجاب فأول ما بدأ بطريقة التفكير كل مشاكل المجتمعات أول ما تبدأ من تغيير طريقة التفكير في النظر للأشياء ما فيش تغيير ما فيش تغيير لذلك إيش إحنا دائما أبدأ مقول إخواننا المعلنين وشركائنا في إذاعة يقين لأنهم اللي بنشروا الفكر اللي إن شاء الله رب سوحاتي يجعل فيه الخير والبركة أنا بدأ أستغل الفرصة وأشكر إخواننا في شركة الأبرار شركة الأبرار للآبار شرابا طهورا بدأتشكرهم على دعمهم ورعايتهم ومشاركتهم إلا في برنامج همك همي لأنهم من الداعمين الرئيسيين لبرنامج همك همي والإذاعة بشكل عام شركة الأبرار للآبار شرابا طهورا وكل واحد بيحب يعمل عمل خير هاي شركة الأبرار بيعملوا أبيار مي حول عالم هالم المناطق المنكوبة والمناطق البائسة بسقوهم شرابة مية بسقية شربة مية بس يعرف يعيشهم فجزاهم الله عننا خلجزاهم هم شركة الأبرار ومتشكر كل إخواننا وإخواتنا اللي شركاء لنا في إذاعة يقين بالدعم والإعلان في هذه الإذاعة وإن شاء الله رب سبحانه اللي يجعلنا كلنا شركاء في الأجر لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين وشاشة عمان تيفيو وبشكر كل إخواني وإخواتي اللي متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك إلى أن ألتقي بكم في يوم غد إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات قناة محمد نوحي الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة اشتركوا في القناة